ملفان يحملهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في جولته الأوروبية ملف عملية السلام في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني نتنياهو يأمل في أثناء زيارته المقررة لبريطانيا وألمانيا أن يتمكن من دفع الجهود الدولية باتجاه بدء مفاوضات مع الجانب الفلسطيني حيث من المقرر أن يلتقي بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشيل ثم رئيس الوزراء البريطاني جوردين براون ليتوجه بعد ذلك إلى ألمانيا للقاء المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ومن المتوقع أن يسعى براون وميركل وميتشيل إلى تسوية الخلاف مع إسرائيل بشأن شروط تجميد محتمل للاستيطان واستئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين المتوقفة منذ ديسمبر كانون الأول الماضي على أساس حل إقامة دولتين الجانب الفلسطيني من جانبه انتقد ما سماه بالإملاءات الإسرائيلية كنا على اتصال بالمجتمع الدولي والولايات المتحدة وأعضاء الربعية وطلبنا منهم الضغط على الحكومة الإسرائيلية للعدول عن إجراءاتها والتوقف عن إملاءاتها إذا كانوا يرغبون في استئناف المفاوضات وفق الأسس المتفق عليها فيجب عليهم وقف الاستيطان والكف عن إخلاء وهدم المنازل ووضع الإملاءات المراقبون قالوا إن رغبة نيتنياهو في استئناف محادثات السلام تأتي على أساس ما يسميه بالمنهج ذي المسارات الثلاثة الذي يطالب ببذل جهود أكبر للحد من نشاط المقاومة الفلسطينية وتحسين التنمية الاقتصادية الفلسطينية إضافة إلى إجراء مفاوضات للتوصل إلى حل إقامة الدولتين شريطة أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح وإضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط ستتناول محادثات نيتنياهو مع القادة الأوروبيين الجهود لوقف برنامج إيران النووي الذي تشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأنه يهدف إلى امتلاك قنبلة نووية الأمر الذي تنفيه طهران وتدعو إسرائيل إلى تشديد العقوبات الدولية اقتصاديا ودبلوماسيا على إيران خليل لببد بي بي سي ترجمة نانسي قنقر